ايه اللي جرالهم؟ اسمه ده صالح من الهرب والله صالح كويش ان هم محملهوش للمشير تنطاوي كمان كانوا يقول عليهم انه هو السبب في الانقلاب اللي حصل في مال يعني كويش انها جات على كده يعني فكله الهم حاجة ان هي زي بقولوك الفترة اللي جاية يحصل فيها تركيز شديد مش عايزين بقى ايه اللي حصل في مالي ينسينا المباراة ماينفعش ان احنا ننسى المباراة مباراة العودة مباراة مهمة جدا ومباراة غاية فيه الاهمية ام شيء ان ازاي ان انت تقدر ان انت تتخطى هذه المباراة بحلوها بمرها يعني هذا الدور بحلو بمره بمشاكل اللي حصلت فيه ان ازاي اللعيبة تقدر تسترجع تركيزها الذهني والبدني والفني وتقدر تركز في خلال كم يوم سبع تيام او تمان تيام ده ان ما اجلش الاتحاد الافريقي المباراة يعني لو اجل هتبقى حوالي عشر تيام لكن لو ما اجلش تبقى حوالي سبع او تمان تيام فبالتالي اهم شيء هو التركيز في الفترة اللي جاية كل هذه اللقطات زي ما انتم شايفينها طبعا خاصة بقناة النادي الاهلي من جوة المطار من ارض المطار اثناء وصول بعثة النادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي ودكتور عماد البناني ومندوبة عن سيادة المشير والاستاذ طبعا خالد درندالي رئيس البيع سكنها اللفعونة يعني المهم يعني هوريكم مجموعة اخرى تانية من اللقطات والاسناء وهم في الطيارة ويوي وحاجات كتير او موجودة معنا لكن تعالوا الاول نشوف بس الايه عنوين